عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ مشروعي ممشى أهل مصر وتطوير محور السادس والعشرين من يوليو وأكد رئيس مجلس الوزراء أن المشروعات الخدمية والتنموية التي تنافذها الدولة تستهدف النهوضة بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومنها مشروع ممشى أهل مصر الذي يهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخدراء وتوفير مناطق جزب سياحي في المدن المصرية وتجميل الواجهة النيلية كما شهد الاجتماع استعراض مشروع تطوير محور السادس والعشرين من يوليو في إطار ما تقوم به الدولة من جهود كبيرة للتغلب على مشكلة الكثافات المرورية في مختلف مناطق الجمهورية ولسيما في مدينة القاهرة من خلال تطوير مختلف الطرق والمحاور ومنها محور السادس والعشرين من يوليو الذي يربط بين القاهرة والجزا والسادس من أكتوبر كما يربط بين الطرق الأقليمية مثل القاهرة والإسكندرية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا